العبادي في رحلة البحث عن دعم ملخص زيارته للعاصمة الأمريكية فهو في بداية حملة الأنبار التي يراها حاسمة لاستكمال حربه ضد تنظيم الدولة حملة يرى أن ما يؤثر فيها أكثر هو الواقع الديموغرافي للمنطقة ومشاركة العشائر السنية في وقت استبعد فيه الحشد الشعبي الذي ما زال ماثلا تحت عيون العالم لما ارتكبه من فضائع خلال حملة تكريت قبل أن يطلق صفرة بداية معركة الأنبار توجه ليعد العدة والعتادة لهذه الواقعة هي ليست كمعركة تكريت الجيش العراقي سيتصدى لمقاتلي داعش هذه المرة بدون دعم قوات الحشد الشعبي الشيعية فأهل الأنبار وضعوا الرئيس حيدر العبادي بين خيارين بالنسبة لهم أحلاهما مر وضع دفع العبادي في أول زيارة له للحليف الأمريكي لطلب ما يسد الفراغ الذي ستتركه ميليشيات الحشد الشعبي مزيد من الأسلحة تكثف الضربات الجوية وكبح عجلة إنتاج المقاتلين الأجانب الوافدين على العراق زيارة يراها المراقبون اختبارا للعلاقات الأمريكية العراقية فالوعود التي أطلقتها الإدارة الأمريكية لم تترجم في مجملها إلى أفعال في الحرب التي تخوضها العراق ضد أشد التنظيمات تطرفا ورغم أن واشنطن أعلنت أنه لم تكن للرئيس العراقي طلبات محددة بشأن المساعدة العسكرية التي ينتظرها من الولايات المتحدة فإن مصادر مقربة أكدت دخول الأحبادية البيت وفي جعبته لائحة مثقلة بالطلبات طائرة ومعدات وأسلحة متطورة تتجاوز قيمتها مليارات الدولارات والأهم تأجيل دفعات هذه الطلبات بسبب الأزمة المالية التي تمر بها الإدارة العراقية بعد تراجع عائداتها النفطية إما بسبب سيطرة داعش عليها أو عرقلة المعارك للإنتاج طلبات تتأنى واشنطن في تلبيتها حسب المصادر نفسها فهي تخشى أن تصل الأسلحة ذات التقنية المتطورة إلى عناصر التنظيم خصوصا بعد أحداث يونيو الماضي فاستحواذهم على ترسانة الجيش العراقي من الأسلحة والمعدات القتالية المتطورة وبين الطلب العراقي وانتظار الرد الأمريكي تقف إيران في الزاوية في انتظار إشارة العودة إلى ساحة المعارك مصادر عراقية أكدت أن العباد لم يذهب إلى أمريكا ليطلب بل ليفاوض فعدم مشاركة ميليشيات الحجر الشعبية الشيعية المدعومة من إيران لم تحسن بعد وقد تعود بخطة واثقة في حال لم تجد الإدارة الهرقية البديل عنها معنا من بغداد الباحث المتخصص في العلوم السياسية والاستراتيجية أمير جبار السعدي ألم بك سيد السعدي إذن هذه الزيارة تأتي بعيدة معركة تكريت قبل معركتي الموصل والأنبار ألم تتأخر قليلا كما يقول البعض ألا يفترض بها أن تكون قد تمت قبل أشهر مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناةكم الكرام فيما يبدو بأنها قد تكون تأخرت لكن لم يتسنى للسيد العبادي بعد من تثبيت ركائز حكومة الوحدة الوطنية وتوفيق باقي الفرقاء وشركاء العملية السياسية ووفق ما تم الاتفاق عليه في ورقة اتفاق سياسي لإنفاذ برنامج حكومة يمكن أن يصل بمطامح كل الفرقاء إلى مستوى تكون معه ساحة التحديات الكبيرة وأوله الملف الأمني الذي ما زال مخاضه عسير جدا تواجه القيادة العامة القوات المسلحة التي يترأسها وإيضا رئاسة الحكومة كونه رئيس الوزراء ولهذا نرى بأنها قد تكون أتت في الوقت المناسب الآن وفق التحديات المع تزايد خطر تنظيمات داعش ليس في العراق وإنما في عموم المنطقة وكذلك نرى بأنه لم تتوقف لا الاتصالات ولا الدبلوماسية العراقية أو الأمريكية عن التواصل مع السيد العبادي إن كان عبر دبلوماسية الهاتف أو عبر إرسال ممثلية خارجية أعضاء كونغريس إضافة إلى وفوصول وفود ورفيع المستوى متمثلة بوزير الخارجية أو قيادات البنتاجون متمثلة آخرها كان من ليويد أوستن أو المنسق العام للتحالف الدولي ومبعوث الرئاسي الخاص اللي هو جون ألين ولهذا نرى بأن التواصل الإدارة الأمريكية مع مجريات ومتغيرات الساحة العراقية وإن لم يكن يلبي طموح القيادة السياسية والعسكرية في العراق وحتى بعض شركاء العملية السياسية لكنها نرى بأنه غالبا ما لعبت بأوراق عملية إنفاذ ورقة الاتفاق السياسي أو إنفاذ برنامج سياسي يحقق مطالب بعض الأطراف التي قد شكت أن تكون هناك لديها مطالب ومطامح قد اختلف عليها في حكومتين سابقتين وقد وعد السيد العبادي بإنفاذها وكان أصبح لزاما عليه أن يحاول أن يرتقي بالتوافقية التي بنيت عليها العملية السياسية بالعراق إلى مقبولية يمكن أن تعطي الضوء الأخضر للإدارة الأمريكية بإتمام كامل برنامجها ودعمها العسكري ودعنا يذكر بما حصل قبيل الشروع بعملية تحرير تكريت عندما أخرت تسليم 250 مدرعة إلى الحكومة العراقية كونها أرادت بعض التوافق السياسي بين أطراف فاعلة وهي متمثلة بالمكون السني ومطالبه الذي قد هدد في أكثر من جولة بين ورقة الاتفاق السياسي سيد سعدي وأنه سيتسحب من العملية السياسية بما أنك ذكرت لو سمحت لي هنا لو سمحت لي سيد أمير جبار السعدي بما أنك ذكرت ما يصفه الكثيرون بتلك الإدارة الأمريكية في تسليح الحكومة العراقية ما هو الثمن الذي يمكن أن تطلبه واشنطن من العراق نظير رفع الدعم العسكري في طبعا الحرب على داعش وهذه نقطة جهورية جدا ومهمة لقد أولا تغيرت موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط وليسما بعد الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني بعد أن كانت هناك أوراق ضغط يلعب بها طرفين إقليمين أو بعض الأطراف الإقليمية التي تحاول أن توازن تصدرها لساحة الشرق الأوسط بشكل نهو بآخر مع تقاطع مصالحة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودعني أذكر بجنبة صغيرة يعني ماذا فعلت تركيا بالتحديد على سبيل المثال دعما للتحالف الدولي أو مواجهة لتنظيمات داعش الإرهابية إن كان في ساحة السورية أو في الساحة العراقية لم تفعل الشيء الكثير وهي جزء مهم من حلف الناتو ولهذا نرى بأنه أصبح على الطرف العراقي أن يوازن يبتعد عن سياسة المحاورة التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تدفع به بعيدا عن تلك المحاور ويدخاله في شراكة قد تبدو هي شراكة حقيقية أو استراتيجية لكن تلك الولايات المتحدة الأمريكية وقد يبدو أيضا انتقائيتها وعدم جديتها ودعني أذكر مفصل صغير على سبيل المثال للحصر يعني عندما وقعت عملية احتلال كوباني قامت الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من مئة ضربة جوية لطرد أو لتحجيم تمدد تنظيمات داعش إلى معباعد كوباني وتهديد المناطق الحدودية ليس في تركيا وإنما حتى ليقين كردستان العراق ولهذا نرى بأنه لم تفعل المثل وهناك هجوم شرس كان قبل ثلاثة أيام يعني يوم الجمعة الماضي على منطقة البفراج والبعاثة وهي تشهد هذا الأمر ولديها سيادة جوية على كل عموم المنطقة بل لديها القدرات تبدأ من محطة استخباراتية وتنتهي في الأخمار الصناعية لكن حتى نمتعطي المعلومة الاستباقية حتى نستطيع أن نوازن الخطر السؤال الأخير لك سيد سعدي العبادي أيضا طلب من واشنطن بإرجاء سداد الدفعات المالية لشحنات الأسلحة التي يتلقاها العراق إلى أي مدى يمكن أن تستجيب الإدارة الأمريكية لطلب كهذا طبعا من الصعب بمكانة تعطي إجابة مباشرة لأننا نعلم بأن غالب تلك الشركات هي شركات خاصة وعابرة للقارات لا تستطيع أن تأتمر بأمر الإدارة الأمريكية لكن قد تكون لديها بعض درجات التأثير كونها تشترك بمصالح معها لأنها من فتح لها أبواب وصعد أسهم تلك الشركات والأسلحة بعد عشر ستة في العراق وبعموم منطقة الشرق الأوسط وعموم حتى أجزاء من العالم لأن كل أو معظم دول التحلف الدولي التي تشارك بالحلف الدولي ضد إرهاب داعش والقاعدة هي تستخدم الأسلحة الأمريكية وبالتالي فتحت الأبواب مشرعة أمام نمو وصعود أسهم تلك المعامل التي تجهز العراق وتجهز باقي هذه الدول بالأسلحة والتجهيزات حتى ولهذا نرى بأن العراق لديه ورقة رابحة لا أعلم إن كان سيستطيع السيد العبادي بالتفاوض حول هذا الأمر لأن كثير من دول شرق أوروبا قد قدم حتى هدايا وعطايا إلى الحكومة العراقية والقيادة العامة القوات المسلحة بأطنان من الأسلحة والتجهيزات حتى يستطيع أن يستقطب أو يجذب العراق صوبة تجهيز أو تسليح الشرقي بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية لكن مثل ما يعلم الجميع بأن توزيع كون الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر تصديع وبيع الأسلحة وتأتي من بعدها روسيا الاتحادية وبعض الدول بالمنطقة قد تقاسمت هذه الموازنة استراتيجيا ولا يمكن أن تخطي الحدود ودعني أذكر على سبيل المثال الحصر عندما اتفق العراق مع روسيا الاتحادية بعقد أسلحة بأربع مليار نعم أشكرك عموما سيد أمير جبار السعدي الباحث المتخصص في العلوم السياسية والاستراتيجية وعذرا على مقاطعتك شكرا لك